بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نكمل الجزء الثاني من موضوعنا Introduction to Petroleum Production Engineering اتناولنا بآخر جزء من المحاضرة الماضية types of drive mechanisms اليوم راح ننتقل الى well productivity طبعا well productivity نريد نحدد بها اشقد الانتاجية مال هذا البر نحشي بساطة عن هذا المفهوم مال اثنين خلي نقول مال اقرب ما يكون احنا لدينا نجيب افضل معدل انتاج optimum فلوريت وعن هذا راح يكون مرتبطه بعدة عوامل اشقد ادنا دل تابيه لان احنا يكيد حتى نحصل لازم عندنا هبوط الضغط وهذا هبوط الضغط راح يتوزع ابتداء من المكمن الى ان نوصل الى العازلات طيب هذا على شنه يعتمد يعتمد على الروك البروبرتيز يعتمد على شنه بعد يعتمد مثلا على الروك بروبرتيز الروك بروبرتيز زي احنا قلنا مثلا كمثال أهم عامل داخل المكمن يتحكم إنا بفلوريت ويتحكم إنا بفقدار الضغط هو البرمابوليتي فلويد بروبرتي عندنا مثل خاصية اللي هي الفيسكوسيتي الفيسكوسيتي يتحكم إنا بهبط الضغط على طول مسار الجريان من المكمن إلى أن نوصل للعازلات طيب بعد شنو عندنا يأثر الكمبيشن شنو نوع الإكمال اللي عندنا سنجلو تيوب دابلو تيوب تربولو تيوب يعني مثل نوع الإكمال سيلكتف أو نوع آخر يعني هواي أمور تتحق تدخل إنا بيها مثلا أيضا عندك إشقيد مساحة الرينج أريماتنا قاعد ننتج من عندها نحن قدنا بالمكامل اللي هي تكون مكامل عادية معظم لحيان الرينج أريا تساوي الريزوفور لأن موجود الضغط خلال ساعات أو خلال أيام قليلة توصل إلى حدود المكمن وبالتالي الرينج أريا تساوي الريزوفور بس بالمكامل الرينج أريا تساوي بس بالمكامل تكون نفاذيتها قليلة لا تكون الرينج أريا محدودة وعامل أخرى ثانية بس هاي بشكل رئيسي وطبعا عمليات معقدة وبيها هواي بس أنت أحاول هنا أحاول أبسط يعني فإذا نجي دني نعكس هن راح نشوف أنه البرودكتيفتي مثل ما قيلت تعتمد بشكل رئيسي على البرجر دروب أو نسميه البرجر لوسيز لهذا أنا حطيته هنا أول واحد هذا البرجر دروب من موجود موجود بعدة مناطق اللي هي خلينا نجيب هاي الصورة على ما نبدأ نفصل على أساسها موجوداتكم هاي الصورة بالمحاضرة بس أنا نجيب هنا حتى بس نتكبرها ونبدأ نشيب الآن بناء على هذا الديقرام احنا عدنا نفط أو غاس بالمكمن هذا المكمن تحف ضغط عالي قيمة الضغط هذي تساوينا قيمة الأفر جسبر برشر احنا الريد نوصل هذا النفط أو الغاس إلى العازلات ب أفضل معدل الانتاج فهتنسوي هاي العملية لازم يكون توزيع الطاقة خلال مسار الجريان توزيع مثالي أفضل توزيع ممكن نوزعه واحنا قلنا أنه ما يصير عندنا انتاج إذا ما يكون مرافق إلى فقدان بالضغط لأن المادة تنتقل من منطقة الضغط الأعلى إلى منطقة الضغط الأقل لكن لازم يكون لازم يكون عندنا ترشيد باستهلاك هذه الطاقة اللي هي الطاقة المكمن حتى نعتمد أنه هذا الانتاج يكون بالطاقة الطبيعية للمكمن طيب أحنا وين رح يصير عندنا فقدان ضغط هنا عن محدد وين يصير عندنا فقدان ضغط أولا بالروزفور اللي هو هنا رح يصير عندي فقدان ضغط من بالمسافة اللي رح يمشيها النفط من الروزفور إلى أن يوصل إلى البير بعدين يصير عندي فقدان ضغط بال ويلبور لأن هذا النفط الآن رح ينتقل من المكمن إلى البير من رح ينتقل من المكمن إلى البير حسب نوع الكمبيشن شنو نوع الكمبيشن اللي لدينا أوبن هول يختلف طبعا هذا ايضا راح يسبب لي فقدان للضغط حتى ينتقل من المكمن ويدخل الى البير وبعدين خلال تيوبينج هذا التيوبينج ما الانتاج يعني هذا خلال هذا امبوب الانتاج شقدر يحصل عندي فقدان ضغط بعدين احنا عندي راس البير تشوك شقدر يحصل به هبوب ضغط بعدين الفلولاين الفلولاين يعني من راس البير هذا الفلولاين الانبوب اللي اخذنا من راس البير الى انوصلنا الى العازلات وبعدين بالعازلات هذي العازلات اللي تعزلي اللي كودة البحر والجاز البحر طيب فاحنا هنا مثل ما شرطي لكم احنا لازم نشتغل وبحيث يكون عندنا يعني افضل توزيع للطاقة هاي الطاقة اللي عندنا شرح يعني نستهل نوزحها بشكل مثالي حتى نوصل للعازلة لان احنا دايما عندنا محددات يعني مثل هاي المحددات شنوه البي دابلو اف لازم الى قيمة ما ينزل عنها مثلا البي دابلو اف شنو قيمة ما ينزل عنها ينقول لازم البي دابلو اف مثلا تكون اكبر من ضغط الفقاء قلنا ضغط الفقاء هو شنوه الضغط اللي يبدي الغاز المذاب داخل النفط يتحرر ويكون على شكل غاز حر احيانا نكون شركات حتى تكون بالسيفتي فاكتر تخلي فوقها حتى تكون بالسيفتي تخلي فوقها سيفتي فاكتر مثلا تخلي 50 بي اس اي يعني احنا لازم الضغط مالتنا ما لقاع البي لازم يساوي لازم يكون اكبر من الضغط الفقاء عزاء 50 بي اس اي مثلا هذا يختلف من شركة الى شركة ومن حق الى اخر هذا محدد مثلا يعني احنا بالطاقة الطبيعية من انتج نصل هنا معا في انه انا هبوط الضغط عندي هنا لازم ما يوصل لي هذا الضغط اقل من البابلو ايضا ضغط راس البي ايضا مرات عندي فالضغط معين الراس البي او هذا الويل هيت شي ساوي لمرات لازم 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 الويل هيت قيمة شبيهة لازم اكبر من قيمة العازلة الضغط بالعازلة الاولى الفرستون زائد هبوط الضغط مع الفلولين يعني شنو يعني شقد صل عندي هبوط الضغط احنا زائد الضغط العازلة الاولى البيويلهيد لازم اكبر من قيمة العازلة الاولى لان اذا هذا البيويلهيد اكبر من هذين الثلاثين معناتها انه هو حيوصل ليها لهنا بالضغط اللي اريده ماشي يعني راح نتحكم بالضغط اللي نوصله للعازلة الاولى لان هذا الضغط العازلة الاولى احيانا نصعده احيانا نزله يعني حسب متطلبات الانتاج بس هو لازم احنا نوصل مثلا بهذا المحدد مالتي فايضا هذا محدد ثاني لان اذا عندي اقل من هذا مثلا يعني اذا مثلا عندي هذا ما يوصل اليهانا يعني النفط ما يوصل اليهانا بقيمة الضغط مع العازلة الاولى اللي احنا مصميمي فانت لازم تنسويا حتى ننفع الضغط لازم نحط بامب هنا من نجي نحط بامب مثلا هنا مثلا لازم نحط بامب مثلا على اي مسافة بين البير وبين العازلة الاولى طبعا تجي نحط بامب هذا البامب الى كلفتين اول شيء لكل الفمال النصب مالته ولكل فمال الشراء مالته هاي نسميها الـ capital cost بالبداية وبعدين هاي البامب وين الشغله تحتاج عامل الشغله مثلا بالاضافة لهذا يحتاج تحط له وقود على طول هاي سموها الـ operational cost فبينها احنا لو نجي نصمم بشكل جيد بحيث نستغل الطاقة ماتن ووزعها بشكل سليم ونوصل الى العازلة بدون ما نحتاج نحط مضخة هنا هذا راح يوفر لنا هواية لان احنا دائما من نقول نوصلها يعني احنا منقول احسن انتاج عندنا هذا الاحسن انتاج هو مودا ما ليش ما اقول اعلى انتاج دائما نقول افضل انتاج من اقول افضل انتاج يعني الانتاج اللي ينطيني اكبر مردود اقتصادي بينما انا هسا يجوز اوصل بانتاج اعلى بس انا اصرف اكثر وبعدين راح يقل عندي الرباح وبعدين بلا فايدة انا انتجت اكثر وربحت اقل وبالاضافة الى المشاكل التشغيلية اللي يستر عندنا يعني هنا مثلا اطل عندي البامب لازم بينما راح ابدل البامب بينما اجي انصب واحد جديد هاي كلها فترة توقف وهي كلها بعدين راح ترتب علينا خسائر فلهذا التوزيع الافضل للطاقة اول شي وصلنا الاعلى مردود اقتصادي وثانيا ان يجنبنا المشاكل اللي تجي لما نضيف معدات اضافية بالتشغيل طبعا احنا الآن هسا هو هاي هي هاي الأجزاء هي هاي ايضا هي اللي احنا قبناها قبل اللي نسميها منظومة الانتاج البرادكشن سيستيم الآن خلنا نجي الضغوط هبوط الضغط الشون يتوزع وشنو اجزاء هبوط الضغط الكلي طبعا هبوط الضغط الكلي هو الفرق بين البرجر يعني معدل الضغط بالمكبن ناقص الضغط مال العازل الاولى الفرق يعني المفرق بين هذا وهذا دقم كليته هو البرجر دروبس اللي راح يصير عندنا خلنا نفصل هذا البرجر دروبس اول البرجر دروب راح يصير وطبعا انا هذا كله حاجة علي بالتفصيل هلا اراويكم بس وين هذا قاني كله حاجة علي بالتفصيل هنا وراح اجي هسه احتيه هنا ايضا والمعادلات ايضا البرجر دروبس اللي رايح تكتب هناك هي كل هالمعادلات مكتوبة احنا موجودة ادنى هسه احنا راح نجي نقول الضغط المكمني شون ها نستحلكه هاذا الضغط المكمني شون راح نستحلكه اول شي لفلود راح يمشي بهذا الخط من المكمن الى ان يوصل الى التثقيب قبل ما يدخل لي البر هاذا نسمي دلتا بي وان هاذا حيساوي لي حيساوي لي البرجز فار بجر ناقصا البي دي بليو اس هاي نقصد بيها البشرة مال الويل هنا سكن مال هذا الويل هاذا البرجر دروب هو البرجر دروب داخل المكمن ونسميه درو داون بعضها حتى يجي هنا حتى ينتقل من البير الى من المكمن الى قاع البير هنا راح يتأثر بنوع الاكمال مالتنا شون هو عدنا هنا نزلين كيس نقوم سمتين لو ما منزلين كيس نقوم سمتين المفتوح ما ما حاطين طبقة مال اسمنت قدام قدام المكمن ولا حاطين بطانة ونثقوا بيها لا اوبن هول فهذا راح يختلف من بير الى بير ومن انتاج الى اخر هذا راح يصير دلتا بي 2 دلتا بي 2 كولز راح يصير الضغط عند جدار البير ماشي ناقصا الضغط في قاع البير البي دابلو اف يعني ثاني غبو الضغط راح يكون منا الى احنا طبعا هذا راح يتحكم بي ايضا اشقد عندي هنا تثقيب لازم نثقب لازم نسوي وهذا طبعا هذا التثقيب يحدده مهندس المكامل بس ينفذه مهندس الانتاج هنه شي صور عندنا هنه يجي عندي نجي نثقب فهنه راح يعتمد انه احنا اشقد مثقبين يعني كم اطلاقا مساويين وعلى اساسا مساويين تثقيب اشقد الدياميتر مالكل اطلاقه وشقد البرفوريش لنكث اللي سوته كل اطلاقه والزوايا مال البرفوريش لنكث اللي توزعت بيها هذا هسا عندي هبوط الضغط الثاني هبوط الضغط الثالث راح يكون من واللي هو هذا يمثل اللي اكبر هبوط ضغط من قاع البير الى راس البير هذا راح يكون بي دابلو اف ماينس بي دابلو اتش بي دابلو اتش يعني الويل هيت بي دابلو اتش يعني بعدين الرابع راح يكون من من راس البير الى العازلة هذا راح يكون دلتا بي فور راح يكون الويل هيت ماينس العازلة ماينس طبعا اذا نجي احنا سنقول انه البي ار هذا دلتا بي توتال يساوي ان دلتا بي ار ماينس البي سي ارش انها عندي فهذا شنو معناتها معناتها انه معدل الضغط المكمني يساوي لهبوط الضغط الاول او زاد او انبوبين. هواي عامة تدخل بيها. مثل حتى نتحكم حتى نتحكم بهذا هبوط الضغط اللي هنا. كذلك على السطح. اش قد عندي طول الانبوب. اش قد دا متر ما الانبوب. ايضا هاي هنا راح نتحكم بيها. مثل هنا بالمكمع شن قدنا نتحكم به مثلا. يعني هنا اه انتي بال خلني اجي على هذا الجزء اللي هو هبوط الضغط الثاني. احنا مثلا مو شرط بس عدي بيرفوريشن او هاي. ممكن يعني عندي الطبقة هنا البرمابولتي ماتة كلش قليلة او صاير بها دامج. فنحتاج نسوي فراكينج. هذا الفراكينج حيزايد للبرمابولتي على مود. يقضي لي على الدامج. وبالتالي يقلل لي البراشر اليدروب هنا. الى اقل القيمة ممكنة. فهواي امور ممكن يعني لهذا الموضوع الانتاج هو موضوع واسع. وهواي اجراءات ممكن ممكن ناخذها على مود على مود الرتب. اه ونقلل هبوط الضغط حتى حتى نعتمد بالانتاج على الطاقة الطبيعية للمكمن قدر الامكان. هاي هنا حتينا شون نستغل هذا الضغط وشيني انواع بوط الضغط. طبعا هذه المعادلات كلها اه تحتاجون تحفظوها لان هاي معادلات اساسية لأي مهندس انتاج. مثل ما شوفوها هي معادلات سهلة ما بها اي فاكتر ولا اي تعقيد. هي مجرد فهم. تعرفون انه هبوط الضغط من من المكمن الى حد اه الى حد البير اي معادل شنوه اه من قاع البير الى السطح شنوه ومن السطح الى العازلة شنوه يعني. فمثلا اذا جيكم سؤال مثلا انطيكم انطيكم بضغط ضغط المكمن وانطيكم هبوط الضغط الاول الثاني الثالث يعني. وبعدين اطلب من تحسبوه. هسه راح ننتقل الى موضوع ثاني اللي هو او هذا هو اجهزنا معيار او مقياس على قدرة المكمن على تجهيز الفلويد الى البير. يعني هذا يعني هذا اللي هو هذا او هذا المجر هذا ينطينا اجهد البرودكت اجهد الانتاجية مال كل بير. يعني من ننتج اجهد نفقد الضغط يعني. يعني هو حتى من تشوفون الوحدات مال تستي بي داي بير بي اس اي. قيمته شنية قيمته اجهد الفلوريت انقسمه على فرق الضغط بين. الابرز فار برجر والبي دابلو اف. يعني مما ان احنا عدنا خذناها قبل شوية. هذا المكمن. هذا البير. وهذا مقياس لانتاجية المكمن عند هذا البير. هذا البير. عبر جزبار بجر. وهذا البي دابلو اف. شقد راح يصير عندنا انتاج. على السطح لانواي كيو اس. استي بي. تبعا لهذا فقدان. الضغط. طبعا. كل ما زادت قيمة البرودكتبتي اندكس. معناتها هذا البير. انتاجيته. افضل. اعلى. ليش؟ دعنا نشرح لكم ايها بشكل ببسطة هنا. دعنا نقول لدينا بيرين. واحد بير اي. وبير بي. واحد البرودكتبتي مالتها واحد. والثاني البرودكتبتي مالتها بوينت فايف. من الافضل. اذا نجي نقول. استي بي. اثنين ومشنوا واحداتهم. بير دي. بير بي اس اي. وهذا الثاني استي بي. بير دي. بير بي اس اي. طيب. اذا نقول. اثنين اعتهم. انتجنا من عندهم نفس الانتاج. بس خلي نقول. من البرد اي. انتج دمية. بير اي. بير اي. ايضا انتج ميت اس تي بي بير دي. بس من الافضل. من اللي انتاجية اعلى. الانتاجية اعلى. اللي انتج هاي الميت بي اس اي بي هو بالضغط اقل. اللي انتج على الموضوع اللي احنا قبل شوية. يقلنا احنا لازم. نرشد الطاقة اللي عندنا. يعني. دائما نحاول نفقد. ننتج اكثر. وفقدان ضغط اقل. فبما انه هذا واحد وهذا. اذا نجي نكتب المعادلة مات. والمعادلة مات مشي تقول. تقول بي اي تساوي لي. كيو. علي. الفرق. الابرج البابرجر نقص البي دابل و اف. الفرق. فبالنسبة للأول. عفو. هل نشوف البطل ضغط بالنسبة لهذا الاول. وبطل ضغط بالنسبة للأي. راح يكون. عدد التاب يعني بي ار ناقص بي دابل و اف للاي. هاي ساوي الكيو. معدل الانتاج. مع البي ار اي. على. مع البي ار اي. هل نشوف. انا مود ننتج. هاي المية. جد فقدنا ضغط. هاي المية. استي تي بي فرد. فمية. راح تكون البدهاي واحد. ونعتى احنا. اصرافنا 100. 100 PSI. طيب. نجح نقول بالنسبة لBRB.BRB راح يكون. ФЛФ من корабول ب او ب. مخلص من корабول. لجح نحن. اسمبلي قولز 200 VSI اسمبلي قولز اسمبلي قولز 200 VSI هنا سهولنا راح نلاحظ انه عنا مدنتج من بير اي 100 VSI عنا مدنتج من بير بي نفسي كمية 100 VSI خصلنا 200 VSI اذا مال اي هي اعلى من مال بي نحن قلنا شون ننتج افضل انتاج مع خسارتنا للضغط معقولة هذا المؤشر ممتاز هذا مؤشر سهل بسيط وينطينا يعني مؤشر سريع انه هذا البردكتيفتي مال هذا البردكتيفتي زينة لو مو زينة لما نقارن بين الابار بلدكتيفتي راح نعرف انه هذا البردكتيفتي اعلم من البردكتيفتي ثانية طبعا هنا السؤال هنا شون هذا فرق الضغط هنا كان اعلم فرق الضغط هنا من اللي يؤثر عندي مثلاً طبعا هنا لان هاي الكيو مين جاية هاي الكيو اذا ترجعون للمحاضرة مو اللي فاتت اللي قبلها من حسبنا الكيو احنا مين حسبناها حسبناها من دارس إقوائجين ودارس إقوائجين كان بيها براميتراً مهمة اللي هي شنياً اللي هي البرمابوليتي والفيسكوسيتي خلنا نفترض انه احنا البردن بنفس المكمن فمعناتها مو كل شو هاي راح تتغير خواص الفلود الفيسكوسيتي راح تكون متقاربة قيمتها بس بمعنه احنا نتعاملي مكمن نفطي اذا بالتالي قلنا احنا الفلود راح تكون تقريباً خلنا نقول الفلود ما بي فرق شبير فراح تكون فما فما راح تكون اله هنا اذا نقارن بين بيرين مثلاً برد اكتبتي ما راح تكون عندي الفيسكوسيتي هواي مؤثرة بس عند البرامية الثاني شكان البرمابولتي احنا عدنا اصلاً وسط المسامي هو وسط غير متجانس يعني بشكل شبير يعني ممكن تلقي هنا هنا برمابولتي عالية ممكن تلقي هنا مثلاً برمابولتي قليلة فبالتالي اذا حفرين بير هنا بنفس المكمن وبير ثاني هنا فأكيد هذا البير بلي shield بالمنطقة اللي هي النفاذية وماتها عالية راح تكون البرستيبتي اندكس اعلى من البر اللي هو بالمنطقة اللي هي like قليلة لهن راح تخت… هذا راح يأثلي على au boot drop يعني يعني احنا نحنا إسا ضعنا بعنا لأن هننتج من هذا 100 ومن هذا 100 هاد راح يجع المحساب Crash بحساب written drop وبالتالي مثلاً هنا ممكن راح تكون له هاي المنطقة ونه منطقة جيدة حتي جاهفوار بها وった野いる ومتركز حفر الابار هنا ان هذه المنطقة اللي انتاج منها اعلى. فلهذا هاي الوردكتفتي اندكس هي مفيد ومهم جدا لي ان هذا هو يجي يربط لمباشرة بل فلوريت وبينيش قد نفقد اه ضغط. وطبعا انيش قد نفقد ضغط هاي مرتبطة بعدة عامل مثل ما حتينا بحتيتي بالات المحاضرة مرتبطة بخواص الصخور مرتبطة بخواص الماء المكمني مرتبطة بإشقد عدنا البلدرانيجوريه مرتبطة بهوائي براميترات لكن بشكل رئيسي تبقى يعني بالمكامل الطبيعيه مرتبطة باللزوجة والنفع بيه